بسم الله الرحمن الرحيم التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين قال الله الحكيم في كتابه الكريم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يا مولانا يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بشيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين لازلنا في ظلال شهر عظيم شهر يضاعف فيه الحسنات ويمحو السيئات خصه الله تعالى بالمزايا والفيوضات التي حباها الله لعباده فينبغي للمؤمن أن لا يغفل عن التزود من بركاته بالإجتهاد في الطاعات والمبادرة إليها والمواضبة عليها والتأكيد على أول جمعة من شهر رجبن الأصاب فقد روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى يوم الجمعة في شهر رجب ما بين الظهر والعصر أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وآية الكرسي سبع مرات وقل هو الله أحد خمس مرات ثم قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأسأله التوبة عشر مرات كتب الله تبارك وتعالى له من يوم يصليها إلى يوم يموت كل يوم ألف حسنة وأعطاه الله تعالى بكل آية يقرأها مدينة في الجنة فلنقبل على الله سبحانه وتعالى بقلوب خاضعة خاشعة فليس من مؤمن يقبل بقلبه إلى الله إلا أقبل الله إليه بوجهه نسأل الله تبارك وتعالى والتوفيق لطاعته وعبادته ونسأله القبول بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد بفضل الصلاة على محمد وآل محمد وآل محمد بفضل الصلاة على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد